فوربز الأمريكية قبل خمسة أيام كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن يجب علينا أن نفكر بمنطقة حضر طيران أن تكون مطبقة في إقليم كردستان كما تم مع النظام العراقي السابق في عام 1991 وامتدت حتى الغزو الأمريكي للعراق في ظل الهجمات الكثيرة على حقول الطاقة حقول الغاز الطبيعي الشركات الأمريكية مهددة مواطن أمريكي قتل من الهجمات على سبيل المثال كما تحدثنا سابقا في حلقة سابقة مع جنابك الكريم بتقديرك هل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل أزمة الطاقة في العالم واهتمامها بأربيل الكونغرس كان مهتما في منتصف أغسطس وفدين من الخارجية الأمريكية ومن وزارة الدفاع الأمريكية جاءوا إلى بغداد جاءوا إلى أقليم كردستان حول هذه المسألة تقريب وجهات النظر مسألة الطاقة حقول الغاز النفط وغيرها هل تعتقد فعلا الولايات المتحدة الأمريكية قد تذهب بهذا الاتجاه وقد تفرض منطقة حضر طيران خاصة وأن الفيلسوف الفرنسي على سبيل المثال تحدث في سبتمبر الماضي يجب أن نفرض ونجعل منطقة إقليم كردستان نوفلاي زون منطقة لحضر الطيران لحماية الطاقة طاقة الإقليم طاقة العراق وطاقة العالم بشكل عام وإمداد الطاقة للعالم بتقديرك هل من الممكن أن نرى هذا الأمر يطبق؟ أعتقد أن هذا ممكن ولكن علينا أن نبقي في أذهاننا أن الرئيس جو بايدن وإدارته التركيز الأساسي في سياسته الخارجية هو الصراع في أوكرانيا ورغبة الولايات المتحدة في مواجهة روسيا بما له علاقة في الحرب الدائرة في أوكرانيا لذلك فأنا لست متأكدا تماما أن إدارة بايدن ستريد أن تستثمر طاقتها ورأس مالها السياسي في فرض منطقة حضر طيران في شمال العراق بشكل عام أعتقد أن جو بايدن والأشخاص الذين يخدمون في فريقه تعلموا الدرس من العدوان على العراق في 2003 والذي والذي استفادوا منه كدرس أن العراق يمكن أن يكون استنزافا بشكل مكلف جدا لدافعي الضرائب الأمريكان وليس بضرورة أن يحل أي من مشاكل الولايات المتحدة أو أن يقوم بإحراز أي من إهدافها ومصالحها الوطنية فمرة أخرى أعتقد أن الأمر ممكن ولكنني لدي شكوك فيما إذا كان البيت الأبيض سيريد أن يسلك هذا الطريق خاصة الآن في وقت حيث يكون فيها العالم متوتر بشكل كبير حول إمكانية أسلحة نووية يتم يتم استخدامها في الحرب الأوكرانية وواشنطن تركز بشكل كبير على الحرب بين روسيا وأوكرانيا اشتركوا في القناة